ندخل في أخبارنا سريعاً والبداية الحقيقة مع القضاء اللي بينصف الجمعية العمومية للنادي الأهلي قبل العمري فاروق قادت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي والتي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة وطلب العمري فاروق في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعوة وطلبته احتراماً وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت ترجمة نانسي قنقر